السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في صفحة رقم 122 رح نبتدي على درس ما هي الخلايا المتعادلة الخلايا المتعادلة نحن في صفحة رقم 121 تعلمنا على أنها بتكون مجموعة من الأنوية المفصصة بهذا الشكل تمام؟ في البداية الصفة المميزة تحت المجهر بتشوف هذه النواة جزء الأول وجزء الثاني وجزء الثالث هذه أولا ثانيا تنوجد بشكل رئيسي عند من؟ في الدم لكن إذا غادرت الوعاء الدموي بإمكانها أنها تصل إلى منطقة الكبد ومنطقة الطحال تمام؟ هذا الكبد وهذا الطحال مثل ما انتم تعرفوا أنه الدم بيمر من خلالها بكميات كبيرة جدا وتم تصفيت الدم عن طريق الكبد مثل ما احنا بنعرف النقطة الأخرى والمهمة جدا أنه أغلب الخلايا المتعادلة بتقوم بعملية هاي قدامك بتقوم بعملية تسمى باسم البلعمة بلعمة يعني شنو؟ يعني تبلع الشغلة بتحللها جواتها كيف؟ شايف هذه البكتيريا؟ هذه البكتيريا جسم غريب تعرفت عليها هذه الخلية المتعادلة واستطاعت أن تضعه في داخلها لما تحتوي في داخلها بتقوم بإفراز مجموعة من الإنزيمات باللون الأصفر هيها قدامك بتحلل هذه البكتيريا بعد ما بتحللها بيتم تدمير البكتيريا وإخراجها إلى خارج جسم هذه الخلية هذه العملية في أغلب الأحيان ما بتستمر حية يعني الخلية هذه للنوع المتعادل ما بتضلها بتموت بعد فترة وبتجدد عن طريق نخاء العظم النوع الآخر من أنواع الخلايا اللي بدنا نتعرف عليها اللي هي خلية وحيدة النوات خلية وحيدة النوات اللي بتكون نواتها كبيرة تمام؟ المصدر الأساسي للخلايا الأقولة في الجسم كيف؟ فهمني القصة يا سيدي هو ما شف الدم بتكون خلية كبيرة النوات وهي ما شف الدم مجرد ما أن تصل إلى السائل اللنفي أو الأنسجة أو الرئتين يعني لما تدخل أي نسيج داخل الجسم أو للرئتين أو للجهاز المناعي داخل النسيج تمام؟ رح تتحول مباشرة إلى الخلايا الأقولة طيب كيف يعني؟ طيب شو بدنا نستفيد من التحول إلى الخلايا الأقولة؟ الخلايا الأقولة ها شو بتعمل؟ بالإضافة إلى عملية البلعمة تمام؟ بيتظرر أو بيبرز من خلالها إشي اسمه مولد الضد بهذا الشكل ركز معي أحاول بس أحوضح الصورة مولد الضد مولد الضد مولد الضد شو هذا؟ هذا يا سيدي مولد الضد هذا عبارة عن بقايا الـDNL للبكتيريا اللي تم تحليلها ليش؟ مشان تحفز هذا المولد الضد يحفز المناعة المتخصصة النوع الثالث من أنواع المناعة بيحفزها بيقولها اشتغلوا انتوا ضد هذا النوع من أنواع الـDNA وأقضوا على هذا الفيروس أو على هذه البكتيريا فهمناها كيف؟ يعني عملية البلعمة لحالها اللي بتقوم عليها الخلية المتعادلة فقط إنها تدمر الجسم لكن الخلايا الأقولة اللي مصدرها بيكون الخلية وحيدة النوات لا هذا بتشهر مولد الضد اتحفز المناعة المتخصصة اتحفز الخط الثالث عن العمل من أجل الدفاع عن الجسم تمام؟ طيب الآن الدرس الأخير في صفحة رقم 122 ما هي الأنترفيرونات؟ الأنترفيرونات يا شباب هي عبارة عن مواد بروتين تفرز من الخلايا يعني مثلا عندك هذه الخلية ركز معي هذه الخلية مصابة هون مي مصابة والخلية اللي جنبها ايش غير مصابة فهذا الخلية اللي ما بتنصب بتفرز مادة من بروتين تعزل حالها عن مين؟ عن بقية الخلايا المجاورة اللي إلها مشان تمنع انتقال الإصابة من الخلية المصابة إلى الخلايا الأخرى غير المصابة أو الصحيحة فإنها كيف؟ فإذا الأنترفيرونات هي عبارة عن بروتينات وطريقة العمل إنها بتنفرز أو بتحوط الخلية المصابة وتبعدها وتبعد تأثير الخلية المصابة عن الخلايا المجاورة لها واللي تكون إيش سليمة آخر معلومة اللي هو الربط في التاريخ مثل ما بتشوف قدامك الأنترفيرونات أساسا هي عبارة عن منعة ساموضادة بتمنع نمو السرطانات في الثمانينات استطاعوا أن يصنعوها لكن بكميات بسيطة لعلاج مرض السرطان الدم اليوم استطاعوا أن يصنعوها على تكنولوجيا الجينات باستخدام تكنولوجيا الجينات وبكميات كبيرة لمكافحة وباء مثل وباء الكبد اللي بيصيب الكبد اسمه التهاب الكبد الوبائي بالنوع سي انتهت ذات الصفحة رقم 122 يحتاجكم العافية